المعطية هذية تخص سجن المرنقية وتخص ملفات فساد انت عضبات عوما دي دي جينيغو الحقيقة الممارسات والتهم والفضايح معنتها بش نفهم وعليش معنتها سار اللي سار في المرنقية نحكيهم لك شنا حوالك انت ساعة ساعة والله والله وقت اللي اطلعت عليهم المعلومات هذو ما قلت انا شن هو اللي قاعد يصير في البلاد هذية مش معقول راو المعلومات هذو ما الكل راو وصلوا الادارة للسجون راو في بلا بهم الكل معطا قضايا لدى المحاكم تهم ارتشاء فساد انوع الجرائم الكل معنتها مرتكبة من قيادة امنية وتم ابلغ الادارات تم ابلغ الوزارة ولكن ما تخذوا حتى قرار حتى ايا به نبدايه بش نوه نبدايه بالآ الزنزانة اللي حطوا فيه زوز ارهابي اللي هو ما يجيش معطا ما يتحطوش زوز ارهابيين فرد زنزانة فما واحد منهم كان موجود في حبس آآ برج الرومي كانش في المرنقية وصلت معلومة انه يحاول مش يهرب وتم ابلاغ الادارة ما اهتموش بالمعلومة هذو حطوه في في المرنقية وحسن ما حسنو حطو زوز ارهابيين وبعض معلومة ثانية انه اذا البلعز يا نحكي عليه البلعز من ضمن الهيربي وفهم معلومات تقول ليه ليش هدوه اللي بي راح فيه في الزهرة فهم عزيدة كيف كيف آآ معلومة اخرى تقول اللي آآ الغرف اكي شبابك اذوكم اللي شوفناهم في التصور شبابك يخرجوا عالبرة مكنوش موجود منظمة حقوقية طلبت بش يكونوا فهمة شبابك يخرجوا لبرة يا اخي ادارة السجن ولو الزرق استجهبوا وتعملوا تو عندهم عامينة كهو وتم معنتها ضرب المخطط الهندسي اللي يخلي السجن مؤمن وزيدو زوز شبابك به هذي معلومة اخرى ما قلناها مليون مرة هذي معلومة منظمات يعني ما عمرها ما كانت حقوقية او اجتماعية منظمات تديرها قوى خارجية من يدى حمل مسؤولية اختراق من يتحمس اولي منظمة تطلبك انت مش تحلش بيبك على البرة منظمات وزارة ويفق والادارة ويفق ومرتبطة بعملاء بالداخل والخارج منظمات منظمات ما عمل عليها باشا مرة تحكينا ونعموش بيانسور بيش ما عمدي فيهم مقدم فيهم عقيد فيهم عمدي ساعة اغلبهم عمدي اذا هم متواردين في شبهات فساد فما عميد سينحا معنيش مسميت متوارد في تحرش متكرر عميد عابي منح زيارة مباشرة دون اذن من الادارة وشبهة تلقي رشو عميد اخر تورد في شبهات فساد وقت اشرفه على حبس في الساحل عميد اخر امي عندو قضايا فساد منشورة في المحاكم عميد اخر مي معا قضايا لدى المحاكم عميد اخر عا عا شبهة تلقي رشاوي من عائلة القارو عقيد طارة محكوم بالسجن سرسي من اجل السرقة من سجن مقدم عاغاء اه التوارد في التعذيب محكوم سرسي حتى ادارة متاع السجن ما قبلت انها تطبق العقوبة هذية وطب نقله فيما بعد الى مدرسة متاع الانتدابات انظم الكل يوخصوا قاعدين شدين ديارهم وفيهم مشكون يعمل مهمية رقبية كل خمسة شنو فما عميد اخر كيف كيف محكوم بالسجن هذية العميد محكوم بالسجن حتى ادارة ما قبلت مباشرين هذو مهمش مباشرين في الدار ويخصوا اي مهمش مباشر متحاسبوش وفيهم شكون عندو مهمات رقبية يباشر معنا كل خمسة شنو يوم يعبد يتفق هاي باي عميد اخر محكومة ذا بالحبس اه عمنايو الهبت فيديو متاع حفلة متاع في دار وحفلة متاع الشراب يتسب في الادارة بتاعه متاع السجون ومسؤولي الادارة اه هذية متورد في بيع معناتها المكالمات الهتفية للمساجين الاثرية المتورتي في المخدرات التاليفون المكالمة بمليون فهمت هذية كيف كيف خسروا عليه معتها نقلة هذوم المعلومات لعندي وعندي معلومات اخرى لفايدة في ذكرها هذوم المعلومات لنجمو نحلوهم نعطيك الكلمة يتفضل هي كلمة ليك شو مش نتكلم ما تعطيك الكلمة شنو التعليق لا تحبني نعلم ما مش نكتفيه نقول لك ارهو بدون تعليق لي لي علق لازم ننعلقو ما لازم نش نسكتو شو قولك يا انا هي العملية في حد ذاتها عملية الهروب اتأكد انو هناك مستنقع وهناك معناها التواطئ وهناك اخلالات وهناك معناها خيانات اذا معناها هذا قلته ولا ما قلتوش ولا ما زلت ما قلتوش وبكل يدخل في هذه هي يعني المنظومة المستنقعية حقيقة من المؤلم والمؤسف ان تصل البلاد باجهزتها الرسمية الى هذا الوضع الكارثي اللي هو ينبئ بمخاطر اخرى انك اخلا تولي الفساد متمأسس في اجهزة الدولة وخاصة الاجهزة الاستراتيجية متاع الدولة كيف الامن وكيف التعليم تولي معناها المسألة على غاية من الخطورة بكل صراحة صحيح فما عشر سنوات من الفساد والارهاب اللي هي يعني عمقت ما هو موجود من ازمات ولكن عملية الاصلاح زادة بكل اسف ما هيش قاعدة تمشي على وطيرة سريعة ما هيش قاعدة تمشي على وطيرة قوية هكتوف هكتوف النتائج هكتوف التداعيات اذا معناها المسألة على غاية من الخطورة وشعب طولسي اكتشف اللي يفهمه خطورة كبيرة وحس بالازمة هذي اللي هي ازمة ولا عنده ازمة ثقة وازمة عنده ازمة امن عنده ازمة اطمئنان اذا هذا هو الواقع المؤلم وانشاء الله انشاء الله اقولوا انه معناها العملية الاصلاح تتكثف بمساندة المواطنين الصالحين لان يعني الفساد بتضرب في العمق اشنو رايك انتي وقت اللي فما ناس ناس تتكلم تشكي تمشي للوزارة تمشي للمسؤولين رو صاير روهاك روهاك صلح وكذا فمش يكون كتب كتب يطالب بالاصلاح متع المنظمة السجنية فمش يكون نهزلهم تقارير فما فما قيادات مع انت تحب الاصلاح بالحق بطبيعة حتى حد حد ما يسمحهم الصفاطية ما يسمعوهمش وهذا يقص على ذلك في جميع الادارات في جميع الاختصاصات في جميع القطاعات اللي يحب يصلح ما يسمعو حتى حد وحتى ولو كانوا هالمصلحين او دعاة الاصلاح اقلية راه القاعدة تقول كيما يقول رسو اعطيني حفنة من الشرفاء ساقضي على جيشا من الفسان هذي نظريا 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 للي خاطر في بلادنا تواصلنا المرحلة انه منين تمسها خاربة منين تمس اي حاجة تلقاها خاربة لكن هاو فما ناس معناها واعية وتحاول الاصلاح ولكن محبوش يسمعوها يناس اسمعوهم حاولوا توظفوهم هالقلر قليلة هم محاطين بالبطانة متع الافتراع والبطانة متع التشويه متع الشرفاء والبطانة متع المصالح وكل ما يتبدل المسؤول هما بيدهم الامتيازات الترقية السلطة النفوذ والعلاقات هما بيدهم في كل بلاسة تمشيلها في كل مؤسسة تمشيلها نفس المستفيدين مع نفس الحكام مع نفس المسؤولين هما بيدهم ديما مستفيدين وديما عندهم نفوذ وهما مسال الكينة واللي تلقاها بالحق صوته صوت حق تلقاها بمرمد وما يسمعو حد وينكلو بيه ويشوهلو سمعتو ويعمل فيه ما يتعملش هذا يقول له عشرات المرات وحكينا فيه في تفاصيله وحذرنا من تداعيته أكثر من مرة حكينا قلنا راهو الأصوات الصادحة بالحق الأصوات اللي عندها عزيمة وعندها إرادة الأصلاح راهو قاعدين ضيقوا عليهم ما يخليوهمش ينطقوا ويتحركوا معناها هنا راهو المنظومة الفساد اللي عشت في البلاد هي لقاعدة توا مسيطرة على الوضع بكل أسف لأنه حتى كما قلنا الإرادة السياسية في الإصلاح ومحاولات الإصلاح ما زالت تبشي على وطيرة يعني بطيئة جدا والفساد دي يظهر لي قاعد يتوسع بطريقة أسرع من محاولاتي صد الفساد وهذا مؤلم مؤلم جدا من ملف المرناجية والبارح تبعنا مليح